كل اللي أقدر أقوله يبغتي يبغتي بحاجتين يبغتي بصداقة أنا بتشرف بيها دايما متعلقة بيسري نصر الله ويبغتي أن يسري نصر الله موجود معنا النهاردة منور نورك حبيبي 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 يمكن الأول هبدأ بأنه أي مخرج حقيقي ما بينقصين ونحط تحت عشر تلاف خط في الدنيا طبعا عنده انحيازات فكرية طبعا عنده انحيازات فلسفية طبعا عنده انحيازات ايدولجية ونعرف أنك ما بتحبش تعقيد الأمور تحت الظرف والظروف يسري بيبقى عاوز إيه جوه أفلامه عاوز يركز على إيه يعني أولا حاجات الانحيازات آه طبعا عندي انحيازات يعني عندي انحيازات جاية من أنا تربيت إزاي جاية من ثقافتي جاية من نشقتي جاية من إيه اللي بحبه في الدنيا وإيه اللي ما بحبهوش ده ده عادي بس مش دي اللي أنا بحاول أفرضها عليك كمتفرك يعني ما ظنش إن في حاجة في حاجة بداي بحب أقولها بس تبدو كأنها عبيطة بس هي كده أنا بحب بحكي حواديد ده الانحياز الأساسي بتاعي أنا بالنسبة لي مش مهمة بلعك ميولي اليسرية ولا ميولي الـ whatever مش دي خالص الهدف بالنسبة لي أهم حاجة إن أنا قدر أحكي لك حكاية عالناس عايشين في ظرف معين مش الظرف هو اللي يهمني قدر اللي يهمني الناس بتعمل إيه جوه الظرف ده إيه اللي بتعمله عشان تظل على قيد الحياة يعني من شوية كده كنت بتتكلم عن غريزة البقاء غريزة البقاء متى يالي دي أهم حاجة إنك إنت مش إنت عايز تعيش إنت عايز تمبسط إنت عايز تفرح إنت لما تيجي تفكر جدتك لما كانت بتحكي لك الحواديد قبل النوم كانت بتحكيها لك ليه مش كانت عشان تديلك أحلام وكوابيس وحاجات تخليك تعرف تاني يوم لما تواجه الدنيا تواجهها بوجدان مليان حاجة تانية كده اللي أنا مهمة جدا بالنسبة لي إن أنا لما أحكي لك حكاية فيها شخصيات وفيها ناس إنك تطلع من الفيلم حابب نفسك مش كاره نفسك مش كاره نفسك يعني عادة في حاجة كده أنا بلاقيها بشعة جدا اللي هي ناس كتيرة في المجال العام وفي المجال الخاص بتحاول تتملكك بإنها تكرهك في نفسك أو تحسسك إنك صغير إنك قليل إنك ما تسويش أفلامي متى يقلي بتخليك تحس إنك طب ليك قيمة ترجمة نانسي قنقر